موسيقى موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحفة نبدأها بأهم العناوين لهذا اليوم عنوانات الشرق الأوسط السعودية تدعو إلى تدخل بري و أوباما واثق من دحر دعش وزير الخارجية المصري يطالب بحل يحفظ وحدة سوريا ويلبي رغبة شعبها لافروف من الخرطوم على العرب رفع قدراتهم الدفاعية لمواجهة موجات التضارف والإرهاب وفي العربي الجديد الاتلاف السوري يتوافق على تخطي انقسامته داعش يبدأ معركة كبرى في دير الزور وثيقة رسمية تكشف مؤامرة تدمير أدلة إدانة مباركة عملية طعان في مركز تجاري إسرائيلي شمال القدس المحتلة وفي العرب اللندنية معارض سوري للعرب اليوم تصريحات روسيا حول بقاء الأسد جوفاء الأسد يطرح نفسه منقذ سوريا من خطر داعش تأكيدات حول شن إيران غارات جوية على الدولة الإسلامية في العراق الاستعداد للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله يدخل مراحله النهائية موسكو تعزز نفوذها في المنطقة عبر بوابة السودان إيران تقوي شوكة الحوثيين لتطويق السعودية وفي القدس العربي فقد جاء اليوم في حلب القديمة قصص عما تبقى من الحياة فقدان وحرمان في ظل البراميل المتفجرة السعودية ستدرب كوادر من الجيش السوري الحر وسعود الفيصل يؤكد أن الحرب على داعش تتطلب وجود قوات برية في سوريا المتحدث باسم جيش الإسلام ينفي للقدس العربي اغتيال قادته على يد داعش ويتهم النظام السوري بذلك لجان درزية شعبية تابعة لنظام السوري تعتقل نساء سنيات للمقايضة وبوادر هدنة سنية درزية مسيحية وفي الحياة فقد جاء ديمستورا يدعو إلى تركيز الجهود على حلب واشنطن تضغط من أجل تدمير الأسلحة الكيماوية ودمشق التأخير لأسباب فنية مقتل عدد من عناصر الشرطة الروسية في هجوم للمتمردين في شيشان وفي المستقبل تقدم لثوار حلب وطيران الأسد يحرق المنطقة الاتلاف ينتقد الصمت إزاء تصفية معتقلين في سجون نظام واشنطن تؤكد شن إيران غارات ضد داعش في العراق وطهران تنفي والجزيرة تعرض مشاهد غارات لطائرات F4 المؤتمر الوزري الأول للتحالف الحملة على داعش تعطي نتائجها عشرة قتلى من التنظيم في عين العرب والأكراد يتقدمون ويأسرون مقاتلا تاجكيا وفي صحيفة الوطن الموالية للنظام أكد في لقائه مع باري ماتش أن سوريا لن تكون دمية للغرب وبقاءه رئيسا ليس هدفا بالنسبة له الرئيس الأسد نحن من نخوض المعارك على الأرض وضربات التحالف لم تساعدنا عبدالعظيم لا برنامج حتى الآن لدى موسكو لاستقبال لقاء للمعارضة منسق تحالف العدالة الاجتماعية بمصر نضغط لعودة السفير إلى دمشق وفي موقع سيريا نيوز فقد جاء تركيا تقارب بالمواقف الأمريكية التركية حيال إنشاء منطقة حضر جوي في سوريا هيومن رايتس ألاف السوريين عالقين في حق لألغام تركي بعد تعليقه المساعدات لنقص التمويل برنامج الأغذية العالمي يطلق حملة لجمع 64 مليون دولار لصالح مليون وسبعمائة الفلاج سوري موسكو سوريا تعتزم استيراد مزيد من الحبوب الروسية ونعمل لزيادة واردات الفواكه والخضار السورية انفجار مصفحة مفخخة بمحيط مطار دير الزهر وجرحة بانفجار دراجة بالحسكة إصابات بانفجار عبوة ناسفة بمساكن برزة بدمشق وسقوط قذيفة بضحية حرست بريفها مصدر حقوقي داعش يرجم شخصا بتهمة الزنا في ريف دير الزهر وفي موقع المدن فقد تعنون اليوم الاتلاف السوري يحقق معجزة انهاء خلافاته الداخلية الوية الانصار تلاقي مصير جبهة ثوار سوريا ميليشيا عراقية للشيعة فقط أما في الجزيرة نت مقتلوا 19 جنديا بدير الزهر والنصرى تتوسع بإدلب وحمة 18 قتيل من حزب الله في حلب خلال أسبوع الجيش اللبناني يوقف 40 لبنانيا وسوريا برأس بعلبك أوباما يؤكد عرقلة الدولة بالعراق وصعوبة الوضع بسوريا يونيسكو تدعو لحماية التراث الإنساني بسوريا والعراق فتح تحقيق فيدرالي بمقتل رجل أسود في نيويورك وفي موقع إلهف دولة الخلافة في العراق وسوريا بدأت بالانحسار دمشق أسباب فنية وراء تأخير تدمير الكيميائي المتبقي أنقراء الفجوة تضيق مع واشنطن بشأن إقامة حضر جوي في سوريا لبنان الأكثر فسادا والفساد مستشر بين الموظفين والسياسيين بوتين والأسد سلام كيلا كتب في العربي الجديد يعود الروس للاعب دور في الملف السوري بعد أن أفشلوا مؤتمر جينيف اثنان حينما أتوا بوفد يمثل الطرف الذي مارس كل الوحشية ضد الشعب والذي أتى وهو يرفض أصلا مبادئ جينيف واحد وبعد أن تورطت موسكو في أوكرانيا فتعاملت بما يجعلها تخسر هذا البلد الحيوي لمصالحها انطلاقا من نظرية المؤامرة على الرغم من أن الأمر يتعلق بشعب أسقط سلطة أفقرته كما سابقتها التي كانت ترتبط بأوروبا وبالتالي ضع الروس في تفاصيل الوضع الأوكراني ما جعلهم لا يلتفتون إلى الوضع السوري في هذه اللحظة وضعت أمريكا استراتيجية العودة إلى العراق والتحالف مع إيران ومن ثم الضغط عبر سوريا للوصول إلى ذلك تحت عنوان الحرب ضد داعش وهذه أداة تبرير التدخل تحديدا دفع هذا الأمر روسيا إلى العودة إلى الملف السوري الذي هو ضرورة بالنسبة لها كذلك ولكن في معادلة جديدة بعد أن أصبحت أمريكا طرفا مباشرا بعد أن كانت تدعم حلا روسيا منذ بداية عام 2012 جعل هذا الأمر روسيا تبدأ في حوار مع أطراف في المعارضة ومع السلطة من أجل ترتيب العودة إلى المفاوضات في جينيف كما يتسرب وعلى أساس مبادئ جينيف واحد لكن عادت روسيا إلى التأكيد على أن أمر بشار الأسد غير مطروح للنقاش وأن الأمر يتعلق بترتيب وضع جديد بوجوده من أجل محاربة الإرهاب لا أعرف ما إذا كان بوتين يعرف أن الحرب ضد داعش التي طرحتها أمريكا فيلم هوليودي للضغط على إيران لتحقيق تحالف معها وترتيب وضع العراق بما يجعل السيطرة الأمريكية على الحكومة هي الأساس من دون تجاهل دور إيراني وبالتالي أن كل الحديث عن الحرب ضد الإرهاب ليس سوى تغطية على الثورات القائمة من جهة ومن أجل تغيير في الوضع الجغرافي السياسي من جهة أخرى وأن كل سياسة السلطة السورية قامت منذ البدء على مبدأ تحويل الثورة إلى إرهاب من خلال زرع التنظيمات الجهادية التي كانت في سجونها وترتيب نشاطها من أجل جلب أمريكا إلى دعمها وهو ما ترى أنه ممكن الآن أكثر من الانتصار على الثورة لأنه هو كما تعتقد سوف ينهي الثورة بالتالي استغلال روسيا ذلك لتمرير تشكيل يقبل ببقاء بشار الأسد وحاشيته يظهر كم هي غبية في التعامل مع ما يجري حيث تحاول استغلال بوعبع لا يخفى على الشعوب أنه كذلك وأنه يأتي ضمن لعبة أمريكية من أجل مصالح أمريكا وهو لعبة كذلك لتحويل الأنظار عن الثورة وعن مطالب الشعب التي أولها إسقاط النظام وإزاحة بشار الأسد لهذا لن يكون جنيف ثلاثة أو أربعة أو خمسة ممكن أن نجاحها بدون ذلك مهما جرت المناورة بالإرهاب والذي هو هو إرهاب السلطة أولا المحمية روسيا وإرهاب السلفية الجهادية ثانيا وأن الصراع هو من الطرفين معا على الرغم من صعوبة ذلك لأنه ليس ممكن أن تجاهل طرف والتركيز على آخر فالواقع نفسه يفرض الصراعين على الرغم من كل صعوبات الثورة والتدخلات الإقليمية والدولية التي تصب في ضعفها وتشويهها لهذا يجب أن يبدأ جنيف ثلاثة من إقرار روسي بحتمية إزاحة الأسد وبوفد من السلطة لا يمثله بل يمثل طرفا يقبل مبادئ جنيف واحد التي تنص على تشكيل هيئة وليس حكومة حكم انتقالي لتحقيق الانتقال إلى سوريا جديدة هذا الإقرار ضرورة من أجل التفاعل مع أي مبادرة روسية وإلا يجب أن يكون واضحا أنه لا تفاوض معها ولا حاجة لحوار ونقاش كثير فالأمر واضح الحل في سوريا يجب أن يقوم على سلطة جديدة بدون الأسد وهذا شرط كل تفاوض مع الروس أو رفض كل حوار معهم يكفي مراوغة ويكفي استغباء من دولةٍ إمبريالية أظهرت غباءً مفرطاً تجريم الثورات العربية عنوان مقال بكر صدقي في القدس العربي حكم البراء الذي ناله دكتاتور مصر المخلوع وابنيه ووزير داخليته ورجال أعمالٍ مقربين ليس مجرد فضيحةٍ قضائية وسياسية بل هو محاولةٌ يائسة من النظام القديم للتشبث بالبقاء المستحيل وقاحة قرار المحكمة قد توحي بانتصار فاجرٍ للنظام الساقط لكنه انتصارٍ موهوم يراد به كسر إرادة الشعوب الناهضة في الحرية والاستقلال فلا يمكن بجرة قلم من قاضٍ ارتضى الاستتباع لسلطةٍ عسكريةٍ قلابية أن تمحو آثار أربع سنوات زلزلت فيها شعوب جمهورياتٍ وراثية الأرض تحت أقدام إمعات فاسدين أوصلوا بلادهم خلال سنوات حكمهم المديد إلى الخراب لا يمكن لمحاكمةٍ مسيسة أن تقضي على توهج جسد محمد بعزيزي الذي أطلق صمام أمان الغضب الشعبي المكبوط طوال عقودٍ على سارقي دولٍ وبلطجية وخطاع طرق متنكرين بأزياء رجال دولة في العواصم التي نالها الزلزال براءة حسني مبارك تعني براءة كل دكتاتورٍ فاسد قبع على صدر شعبه سنوات وعقوداً من حكم الرداءة والوضاعة والإفلاس الأخلاقي براءة نجليه تعني براءة تحويل النظام الجمهوري إلى نظامٍ عائليٍ وراثيٍ مؤبد براءة وزير الداخلية تعني براءة النظام البوليسي الذي استبعد الناس وعمل على حراسة الفساد براءة رجال الأعمال المرتبطين بعائلة مبارك تعني شرعانة الفساد والسرق المحميين بجهاز الدولة براءة المذكورين جماعةً تعني براءة هذا الشكل من النظام الذي أغلق أمام شعوب البلدان المعنية كل الآفاق وأدخلها في نفقٍ معتمٍ بلا نهاية وهي تعني في النهاية تجريم الشعوب وإرادتها في الحرية والكرامة وهذا ليس بجديد فالثورات هي جرائم في كل الأنظمة الحقوقية وهي تقويضٌ للنظام والنظام العام ولنظام الحقوق نفسه ربما ليس لأسبابٍ أخلاقية بل فقط لأسبابٍ تقنية لا يمكن محاكمة الثورات فأعمال التخريب المرافقة عادةً لحركات الجموع لا يمكن مقاضاتها لأنه لا يمكن عملياً تحديد الفاعل كذا فيما يتعلق بإسقاط النظام الهدف المعلن لمعظم الثورات وهو مفهومٌ مجرد بقدر تجريد مفهوم النظام نفسه الذي يتجسد بممثلين مشخصين ممن يتبوؤون مناصب في الدولة وأجهزتها ومؤسساتها هذا ما ينقلنا إلى مفهوم الشرعية الثورات تقويض الشرعية القائمة وتنشئ شرعيةً جديدة هذا ما فعله شعب مصر العظيم في ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 فأطاح بالحكم العائلي قبل أن يتاح له توريثه من الأب إلى الابن وأنشأ شرعيةً جديدة ونظاماً جديداً ولكن أليس هذا ما حصل أيضاً في الثالث من تموز عام 2013 بالانقلاب العسكري المدعوم شعبياً على حكم محمد مرسي؟ كان يمكننا أن نجيب على هذا السؤال بالإيجاب لولا أن الحكم الانقلابية الجديد استعاد كل رداءة عهد مبارك بل تفوق عليه في كل مبيقات الدكتاتورية فضلاً عن صراحته في إعادة كل النظام القديم إلى الحكم من جديد وصولاً إلى تبرئة الزمرة العائلية المجرمة بحق مصر ولولا شهوة السلطة لدى الحاكم الانقلابي الذي تذوق ملذاتها واستطابها لما كان من السوريالية في شيء تصور إعادة السلطة بعد حين إلى مالكيه الشرعيين بل تحديداً إلى جمال مبارك الوريث الشرعي الوحيد لا تقتصر دلالات الحكم ببراءة نظام مبارك وتجريم ثورة الشعب عليه على مصر وحدها فما يفعله حكام مصر اليوم بواسطة القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى يكمل حرب نظام بشار الكيمياوي على سوريا وشعبها ويسعى إلى شرعنة قتله اليومي للسوريين ما دام القاضي المصري أفتى سياسياً بأن الثوار في كل من مصر وليبيا واليمن وسوريا هم إما عملاء محور الشر المدربون على المظاهرات أو العام المغرر بهم تجاوز القاضي المصري وظيفته ومهمته فنصب نفسه وصياً على شعوب تعد بالملايين متهمنياها بالعمالة والقابلية للتغرير الأمر الذي لم يتجرع على إتيانه حتى الطغاة الذين أطاحت بهم الثورات أو أبواقهم الإعلامية والثقافية لهذا السبب استحق من سيده الحاكم أن يدافع عنه باستقلالية القضاء لست أعرف كيف تستطيع هذه الكائنات أن تنام بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم بكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة